أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أن حكومة دبي حريصة على توفير كافة الضمانات التي من شأنها تأكيد الحماية الكاملة وصون صحة وسلامة الطلاب والطالبات مع الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد في المدارس الخاصة حيث تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لبدء عام دراسي آمن يساعد الطلاب على استئناف دراستهم بصورة طبيعية دون أي تفريط في التطبيق الدقيق والصارم لكل الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة لحماية الطلاب والمعلمين وكذلك الكوادر الإدارية في المدارس والجامعات في مختلف الأوقات جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم إلى أحد المراكز التي تم تخصيصها لإجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا للمعلمين والعاملين في المدارس الخاصة بدبي للتأكد من خلوهم من مرض كوفيد-19 وذلك في إطار حرص سموه على الوقوف على الاستعدادات الجارية حاليا لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في دبي اعتبارا من الأسبوع المقبل والاطلاع على الترتيبات المتخذة من أجل ضمان أعلى مستويات السلامة والأمان للطلبة والطالبات وكذلك للكادر التعليمي والإداري واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم خلال الزيارة على الترتيبات المتخذة في هذا الخصوص وما تم توفيره من تجهيزات لضمان سير عملية الفحص بأسلوب آمن وسلس من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الخاضعين للفحص ترجمة نانسي قنقر